أكد رئيس عبد الفتاح السيسي إيمان مصر بأهمية دور الاستراتيجي للأعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعمق الوعي العام لدى الشعوب وخلال استقباله بقصر الاتحادية ووزراء الإعلام العرب أشار رئيس السيسي إلى وجود وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات مشددا على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف شعوب العربية شدد الرئيس السيسي على أن الهدم لم ولن يكون رسالة حضرية وأن القيمة الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير من جانبهم أشهد الوزراء المشاركون في الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء الإعلام العرب المنعقدة حاليا بالقهرة بالإنجازات الملموسة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتح السيسي على كافة الأصعدة وضف متحدث الرئاسة أن الحضور ثمن عمق طرح المقدم من الرئيس السيسي والحكمة في إدراك متطلبات بناء الدول وأكدين أن مواجهة التحديات بكافة صورها لا يقع على عاتق الحكومات بمفردها وإنما تشارك فيه أيضا المؤسسات الإعلامية ترجمة نانسي قنقر